وصلت وزارة الداخلية حملتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أعلى من السعر الرسمي تمكنت وزارة الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 813 قضية تموينية مستندية وعينية بمضبطات بلغت قرابة 184 طن مواد غذائية وغير غذائية وفي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة تمضبط أكثر من 44 طن وفي مجال البيع بأعلى من السعر الرسمي للأرز الأبيض وعدم توريد أرز الشعير تمضبط قرابة 92 طن وفي مجال البيع بأعلى من السعر الرسمي للسلع الغذائية وغير الغذائية تمضبط قرابة 13 طن وفي مجالي الحجب والبيع بأزياد من السعر الرسمي لمواد البناء تمضبط 35 طن أسمنت وفي مجال قضايا المخابز تمضبط 499 قضية من بينها 158 قضية خبز ناقص الوزن و124 قضية خبز غير مطابق للمواصفات وفي مجال القضايا التموينية المتعلقة بغش الأعلاف تمضبط 12 قضية بمضبطات بلغت قرابة 469 طن